خلصت دراسة جديدة أجراها باحثون في جامعة جنوب الدنمارك تؤكد أن ركوب الدراجات الهوائية قد يكون سببا في التقليل من خطر الإصابة بأمراض القلب ويؤكد الباحثون أنه على مدى عشرين عاما من المتابعة قلت إصابة راكبي الدراجات بأزمات قلبية بما يتراوح بين 11% و 18% بالمقارنة مع الأشخاص الذين لم يمارسوها مطلقا فيما ربطت دراسة أمريكية أخرى من جمعية القلب الأمريكية بين ركوب الدراجات وعدة عوامل يمكن أن تؤثر على صحة القلب من بينها قلة احتمال الإصابة بالبدانة أو ارتفاع نسبة الكيلسترول أو ارتفاع ضغط الدم الدراسة أوضحت أن الانتظام على ممارسة هذه الرياضة يجعل القلب يضخ الدم بشكل أسرع ومعدل ثابت وتقلل معدل الإصابة بأمراض الشريان التاجي منظمات الرعاية الصحية في جميع أنحاء العالم تحارب وباء البدانة مؤكدة على أهمية ركوب الدراجات الهوائية واعتباره نشاطا رياضيا ذا فائدة لاستغار والكبار قتيبة تركستاني العربية